اشتركوا في القناة 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 ولكن التراجع هذا رح يكون له آثار مختلفة تماما عن كل اللي مر ببداية السنة وأنا ذكرته في بداية التوقعات ببداية السنة وبرجع بعيده ما بتأملش أنا يعني ما بتمنى أنه اللي أنا بتوقعه أنه يصير ولكن إجمالا هو رح يصير رح يصير مش أني بجزم بهذا الله أعلم طبعا ممكن ربنا يغير الأحداث وما يصير ولا أي إشي من اللي أنا بحكيه ولكن على مرة التاريخ معروف أنه المريخ وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدو يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الإشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج السرطان طبعا أول شي رح نحكي عن الشمس اللي موجودة في البيت الثالث لا إلك وهي اللي معطيتك نشاط وطاقة ورغبة بالاتصال أو الاتصالات أو التنقلات أو الحوارات واللي بتخليك بالفترة هاي نشيط لدرجة إنه ممكن إنها ما تهدأ وطيرتك رغبتك بالانطلاق والتحرك يعني هاي الشمس بمكانها تعطيك طاقة كبيرة فعشان هيك بدك تستغل هاي الطاقة اللي بتمنحك طاقة على مستوى سيارات تليفونات برضو أمور إلها علاقة ممكن بعضكو يشتري سيارة أو يهتم بالسيارات أو بالتليفونات بالفترة هاي أو بأجهزة الاتصالات والمواصلات زي الكمبيوترات مثلا في منكو رح يهتم بمسائل إلها علاقة بامتحانات أو مقابلات أو أمور إلها علاقة بالنشاط الفكري أو الاطلاع على مسائل إلها علاقة بالفكر وتطوير الفكر أو دورات بهذا المجال الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وبتعزز في كثير من الأوقات علاقاتك مع الإخوة ومع الجيران أما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت الثالث وكان يمنحك طاقة أعلى كمان بوجوده وبدو ينتقل للبيت الرابع فرح يخلي اهتمامك ينقسم اتصالاتك وبيتك في نفس اللحظة العائلة البيت العقارات الاهتمام بتجارة العقارات أو الأراضي أو إشيء العلاقة بالبيت والعائلة ممكن حل مشكلة أو تكون وجه العائلة بالفترة هاي أو ممكن أنت تحل مسائل بشكل فهلوي أو بشكل متحدث لبق مقنع عشان هيك رح تكون مميز على مستوى العيلة بالفترة هاي أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة كانت في البيت الأول واللي منحتك طاقة وجمال واهتمام بالتجميل واهتمام حتى يعني رغبة الجنس الآخر فيك بتصير زيادة أو تقرب منك وملفت للنظر كثير الآن رح تنتقل للبيت الثاني وهاي معناها أنها هي رح تمنحك فرص العلاقة بالمال المكاسب المالية فرص العمل اللي بتجيب لك مدخول مالي جيد برضو بتعزز نقاط قوة لإلك على كيف تضبط مصاريفك وكيف تسدد ديونك أو التزماتك يعني بتفتح لك أبواب جيدة لمعالجة الأمور المالية أما بالنسبة للمريخ المريخ ما زال موجود في البيت العاشر زي ما إله أكثر من شهر موجود فعشان هيك الآثار السلبية تاعته أنه هو في بيت السمعة أكثر ناس بتعاني بالفترة هاي هم موليد العشرية الثالثة لأنه أولا وجوده بالعشرية الثالثة وتراجعه رح يبدأ بالعشرية الثالثة فعشان هيك هذولا أكثر ناس بدهم يحافظوا على سمعتهم ما يخالفوا القوانين ما يجازفوا ما يدخلوا بأشياء مشبوهة يحذروا من أي شيء ممكن يستغل ضدهم بتشويه السمعة بالفترة هاي والفضائح وبرضه بدهم ينتبهوا من أمور إلها علاقة بالعمل آه يعني مشاكل على مستوى العمل أو مشاكل مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل اللي ممكن تهدد استقراركم الوظيفي صحيح أنه برضه بتدعم وبتجيب فرص لعمل أو بتخليك تجازف وتغامر في أعمال ممكن أنت ما اشتغلت فيها فتجازف فيها وتجيب لك منتوج ولكن بدك تكون حذر هاي يا بتصيب يا بتخيب أما بالنسبة للجدي طبعا في البيت السابع هو البيت السابع تاعك هذا بيت الشراكة برضه تأثير الكواكب بيجي على العشرية الثالثة فعشان هيك تراجع ثلاث كواكب رئيسية وكبيرة موجودة في برج الجدي هاي بتضعف أمور إلها علاقة بالشراكة أو بتدخل خلافات ما بينك وبين الأزواج أو ما بينك وبين شركاء المال لدرجة أنه ممكن توصل للقطيعة إذا ما ركزتوا بشكل جيد وضبطوا انفعالاتكم أما بالنسبة لنبتون في البيت التاسع فطبعا شوي بيجيب لك أفكار ورغبة بالسفر بأمور إلها علاقة بالتنقلات بالاتصالات علاقاتك مع الأجانب أمور إلها علاقة بالدراسة بالدراسة الجامعية امتحانات جامعية عشان هيك ما تنغر بالإشي اللي ممكن يغرر فيك نبتون لأنه نبتون بعطيك وهم عشان هيك ما تدخل على امتحان بدون دراسة ما تروع على مقابلة بدون ما تكون مستعد ما تروع على قضية وتهملها على أنه الحق معك وتهمل القضية لأنه ممكن تنعكس فعشان هيك بدك تكون حذر من الأوهام اللي بنصب لك إياها نبتن في هذا المكان أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في بيتك 11 وهو اللي بيجيب لك علاقات جديدة أو معارف جديدة أو مساعدات من أصدقاء بيجيك بشكل مفاجئ ممكن يتوجه لك دعوات رحلات طلعات إشي لها علاقة بالأصدقاء برضو بتكون بشكل مفاجئ قلينا نروع على التوقعات الأسبوعية ونشوف القمر إيش بدي يعطي تأثيرات مع هاي التأثيرات تاعت الكواكب الكبيرة من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الحمل وحتى صباح يوم الأحد بتظل الفرصة متاحة اللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتحافظ على إنجازاتك القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارية أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات ما أهم مش إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية من صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بالثور حتى مساء يوم الثلاثاء بتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم من جهة ما يعني شوي الفلك بدعمك في بعض المسائل اللي بتعزز لقاءاتك والتعاون المتبادل من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار للهروب من المسئوليات والمهمات أما من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود عندك بالسرطان حتى عصر يوم الأحد بتصير عندك طاقة عالية جدا وبتنشحنه بطاقة وحيوية وقدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومي وتعتبر من أجمل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء